بسم الله الرحمن الرحيم يعني استكمالا قصة الخواطر حوالي الهند وما يعني شاهدنا وقرأت وحوالي الهند انا في نظري اهم صفة عند الهنود قيادة وشعب لمستها صراحة ودي الفكرة جات لي وانا عند ما يعرف انك بيسموه بوابة الهند بوابة الهند دي مكان قريب يعطيب على الخط كده شارع كبير جدا بيبدأ بمقر رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان والكونجرس اللي بيسموه الهندي الفيدرالي وبينتهي الى بوابة الهند بوابة الهند يعني مبنى ضخم الجيش القوات الجوائية الهندية عمل عليه حراسة وزي كده حكاية النصب الجند المجهول وعلي اقبال سياحي كبير جدا معروف بوابة الهند فيعني رحت مع صديقي الهندوسي وقلت ناخد جولة نشوف بوابة الهند مش غلط فروحنا خدنا جولة عند أصر الرئاسة الوزراء طبعا غريب جدا أصر الرئاسة الوزراء والبرلمان والكونجرس الهندي الحركة فيها عادية جدا تلاقي توك توك وماشي جنب مقر الأسر الوزراء ناس ما تتصور الحراسة تكاد تكون قليلة فصراحة جو فيه من الأمان والحرية بحيث الناس بتحرك في المكان عادي جدا تخلصتنا من الزيارة لزيارة قصر الزيارة يعني بتاع مقر الأسر الوزراء وتحركت إلى بوابة الهند طبعا احتفالات وموسيقى وعزف نشيد وأغاني وباع إلى آخر يعني جوي سياحي كبير جدا وإقبال كبير أنا عادة قبل ما أروح أي معلم يعني سياحي فيه هدفين عندي أولا أنا مش رأى عشان المعلم نفسه أنا رأى عشان نشوف البشر اللي حوالين المكان كيف يقدرون هذا المكان ويحتفلون به الحاجة الثانية بحاول أشوف إيه قصته وإحكاية الخلفية التاريخية لهذا المكان فبوابة الهند يا سيدي اللي هي مكان الاحتفاء والابتهاج سواء من الحكومة الهندية أو حتى من الشعب ومن السياح وعلى الخريطة السياحية للهند قصة بوابة الهند إنها عملها أحد اللوردات الإنجليز تخليدا لذكرى لذكرى موت قرابة من تسعين لمئة ألف جندي هندي في معارك بريطانيا في أنحاء العالم في مرحات الاستعمار يعني بعتوا الهنود لجنوب أفريقيا بعتوهم لسريلانكا بعتوا أيضا جنود مصري جنود هنود جم لمصر دعم للإنجلترا فالفكرة فالفكرة أن الإنجليز قال لك الله نخلد ذكرى الناس الأوفياء اللي حربوا معنا دون الهنود فعملوا لهم بوابة اسمها بوابة الهند تخليدا لذكرى هؤلاء الجنود طبعا الفكرة أن هؤلاء لم يحاربوا من أجل الهند هم حاربوا من أجل المستعمر ولكن الهنود بحكم أنه أنا أقول الفكرة في المركزية في هذا التسجيل أنهم المشيغلين أنفسهم بالماضي يعني حربوا خلصت واحتلالوا انتهى أنا أعتقد دوقات هذه البوابة في أحد البلدان اللي هي مسكونة بالتاريخ والانتقام يقول لك لا يعم دي رمز من رموز الاحتلال ولا بد أنها تهشم أو تكسر الهند ألابتها المهرجان وكرنفال وشوش غلط يلا بوابة الهند واحتفالات ومظار السياحي وعلى خارطة السياحية ومكان للتصوير والجيش الهندي محتفي بها رغم أنها مفترض يعني نحن بنظر لها كعرب هي بتمثل نصب لمعاناة والإزلال الإنجليزي للهنود ولكن لما تسأل للهنود يقول لك الاستعمار مرحلة وعدت وخلصت يعني مش نقعد نتكلم في الأوجاع اللي حصلت كل الشعوب استعمارت وإحنا جزء من اللي حصل رغم أن الاستعمار الإنجليزي يا جماعة استمر يعني قربة قرن في الهند واستنفذ يعني كتير جدا من الموارد والطاقات التوابل والأحجار الكريمة والصناعات والأيد العاملة والقطم الهندي لكن في النهاية الهنود تحس أنهم مش مشغولين بمعارك الماضي ومتجهين نحو المستقبل فهدف هذا التسجيل الأخير يعني أنا بكلمكم فيه عن الهند والمستقبل الهند والهنود غير مثقلين بالاشتباك والصراع مع الماضي بل هم حتى أعضاء في منظمة الكومن ويلث واستفادوا جدا بعد كده من العلاقات الإنجليزية الهندية ونكحين في عمل توازن حتى سياسي واستراتيجي مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي فإذا الشعوب غالبا المتجهد المستقبل ما تبقاش مسكونة ومتعفرطة وعندها توتر من الماضي ولا بد أن ننتقم من المستعمر وأن نحارب المستعمر خلاص المرحلة وخلاصة خلينا ننتجي لمستقبل ونضع شروط جديدة تجعل الهند يعني مكانها في العالم مختلف عما كانت عليه فأعتقد الفكرة دي جات لي وانا بزور بوابة الهند أن التاريخ الهندي هذا الشعب الهندي وقاته وساسته ونخبه هي يعني متجهة لمستقبل وما عندهاش وقت للاشتباك مع الماضي ولكن أيضا عنده حس وطني يمنع تكرار ما حصل في المرحلة السابقة يعني دي كان تسجيل سريع عن فكرة التاريخ والحداث